قالت السلطات الماليزية إن البلاد توجه موجة ثانية من الأمطار الغزيرة والفيضانات المحتملة هذا الأسبوع وذلك عقب حسار أحد أسوأ الفيضانات التي لما تشهد مثلها البلاد منذ عقود وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الماليزية اشتداد الرياح في ولايتي كالنتان وترنجانو على أكثر تضرر مشيرة لاحتمالية تكون عوصف رعدية وامطار غزيرة خلال هذه الفترة وأدت الفيضانات إلى تدمير المنازل وتعليق خطوط السكك الحديدية مع تضرر أكثر من 38 ألف هكتار من حقول الأرز في المناطق الرئيسية المنتجة للأرز في ماليزيا